بحث رئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتية شيخ محمد بن زايد في أبو ظبي تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وخلال اللقاء توافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمة القائمة في المنطقة وبما يرعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة كما بحث الجانبان سبول تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعيدة لسيما ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجارية تطرق اللقاء أيضا إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في تفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوبا 28 والذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري ترجمة نانسي قنقر